موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم طيب يا بنات قلت لكم المحاضرة السابقة ذكروني فيه انه فيه عندي واق سلايد اينها انسيت احكيها بس هاي يعني هي حقيقة مش مهمة كتير في التطبيق العملي بقدر انه هي معلومة لازم يعرفها يعني في العملي بصراحة هندرس بالتفاصيل اللي هو المكتوب بالازرق الان امامك ولا وهو البورت مانتو تيست استاتيستيك على اتحاد على السلايد هادي هي عبارة عن خطوة اولى لانه نشوف يا ترى هل في اوتو كوريليشن ولا ما فيش فهنا عبارة عن تيستينج الراندومنس اللي هي اختبار عشوائية بيست اون اندي فيجوال اوتو كوريليشن قبل ما انسى السلايد اللي امامي هادي ما لها علاقة في محاضرة اليوم هي فقط معلومة بنعطيها في خلال تلت اربع دقائق وخمس دقائق ومن ثم نلتقنا محاضرة اليوم على اتحاد على السلايد هادي الامامي بنحكي بانه يا ترى يا بنات كيف احنا ممكن نعمل اختبار انه يا ترى البيانات اللي امامي البيانات الامامي اللي الحقيقية هل يا ترى في عشوائية هان في غايت نيز في غايت نويز ولا ما فيه تمام اختبار اعتمادا على اعتمادا على اللي هو من الاتو كوريليشنز الاندي فيجول اوتو كوريليشنز يعني رو واحد رو تينين رو تلاتة وهكذا كل واحدة بالزال فحقيقة في البداية بنلاحظ انه احنا عشان نحدد اللي هو الاتو كوريليشن اللي هو القيم تبعاتهم او الاتو كوريليشن يعني اذا كانوا بنحملهم ولا بنحملهم مش حطوا في عين الاعتبار يا بنات انه اللي هو الاتو كوريليشن فانكشن رويا الها ستاندر ديفيشن بيسو واحد على جزري الان تقريبا تقريبا واحد على جزري الان هلأ احنا كيف نشتقها ان شاء الله فيما بعد اذا كان في وقت نشتقها بس مبدئيا نعرف انه الرو هاي اللي هي الرو ها الروز الاتو كوريليشن زادوا ستاندر ديفيشن تبعهم او ستاندر اللي هو ديفيشن او ستاندر ديفيشن بيسو واحد جازل الان وبناء عليه لما بدعمل اختبار عنده خمسة في المية ليفل حارفين مستوى الدلالة خمسة في المية ففي الحالة هادي مستوى الدلالة اذا افترضنا الاختبار التوزيع الطبيعي لانه فالزد ألفا على اتنين ذاكرينها زاد ألفا اللي هي بيست اون نورمال ديستريبيوشن اللي هي القيم المجدولة اللي على اليمين وعلى الشمال اذا ذاكرين في الاحصاء فالقيمة هادي تساوي على اليمين واحد فاصلة تسعة ستة على يسار وسالب واحد فاصلة تسعة ستة انه ضربها في واحد على جزر الان فالجواب النهائي تقريبا تقريبا بيطلع بيساوي بلس او مينوس تنين على جزر الان على افتراض اني قربت القيمة اللي هي الواحد فاصلة تسعة ستة الى القيمة مين اثنين ماشي يبقى بنات الخطين الزرق اللي دولت المحاضرات وانا نقول لكم خطين زرق خطين هم مش خطين زرق خطوط متغطعة زرق هدولة هدولة اللي هم يسمونه الكون الباونت او اللي جواهم اذا وجدت رسمة جواهم فنقليجابل اذا عدتهم اللي هو الوتو كورليشن يعني اقصر ها اللي هو الانديفيجيو والوتو كورليشن جواهم بيكون اشمالها نقليجابل ممكن نهملوا برات 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 خطوط الزرق اللي قديش طولهم بالمناسبة الان بتحددوا لحطين الزرق طولهم من العلاقة تنين على جزر الان بالموجب او بالسالب فيبراتهم معناته انه لا نستطيع اهماله واستطيع القوله انه هناك في عدم عشوائية في عدم عشوائية بينما اللي جواها بنقوله ايش في عشوائية في خلينا نقول كده او بنهملهم طيب في عندي اللي زمان شرحت لكم اياها كتير على وهي وجواها طبعا اذا ذكرين كلمة يستاوي ليش في عندي ثلاث انواع في في وفي فكلمة يعني لل وكلمة 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 وفي طبعا فمشن اخرى كحالة خاصة اذا بتحبوش الاسي اف الاسي اف بتسد اللي هي اسمها بي اي سي اف فكركم من اسمها لمين هاي بيجين للبارشة تمام هي وطبعا رسمات هدول التين تين زي ما انتم شايفين في اللي موجود امامي في المراحظة انهم بيحددوا على ايش وهادول اللي احنا احاكيناهم طيب وهذا اللي انا قبل شوية حكيت والعبارة الاخرانية والمراحظة الاخرانية انه يا بناء احنا لما نيجي ننصم فبنلاقي الخطوط الزرق يجب انه كل الجوا هماله مهمل بينما اللي براها لازم يكون ماله غير مهمل علما بانه علما بانه قد يكون في بعض الحالات اللي بيكون اللي هو رسمة بالخط الازرق يعني قريب جدا للخط الازرق ويمكن اعديه حتى صراحة ولذلك هذا بيكون احيانا يعني بيكون عندي بيانات خلينا نقول انا اقصد بعديها في حالة المهم فبيكون عندي بيانات عشوائية ومع ذلك الرسمة بتقول انه لا يا عمي مش عشوائي انا هيني انا تقريبا انقربت على الخط الازرق تمام يعني انا في ايش ارتباطات فباقول له هذا الاختبار المعتمد على كل واحدة لحالها ممكن يعطيني ايش انطباع خاطئ ليش لانه حقيقة يا بنات الروز ذات نفسهم بينهم بين نفسهم في ارتباطات افهموني في وفي عام عينة بالنسبة لل الروز يا بنات في ارتباطات يعني نفترض ان الرو واحد مع الرو تنين او الرو واحد مع الرو عشرة او الرو عشرة مع الرو سبعة وهكذا ما فيه بارتباطات بناتهم هذا في عالم مين الوبوليشن في العالم الثيري في العالم النظري ولكن عند الواقع عندما نأخذ عينة سامب ها فحقيقة سنجد انه هذا كلام ماله بختلف شوية عن الوبوليشن فسنجد انه فيه ارتباطات هاي الارتباطات خفيفة هاي الارتباطات هي اللي بتخليه لخط ماله الازرق تقريبا فيه عند الرو تبعته جاي عند الخط الازرق حتا في بتلاقوا هادا الكرامول عشان هيك عند الرسومات ما كانش اكزاك للسفر ولذلك ايش البديل عن البديل عن هو الاختبارات اللي بيسموها في مباعد هي افضل من من ولذلك مستقبلا ان شاء الله والشائع يا بنام انه عشان ان نختبر فيه عشوائية ولا ما فيش البيانات يا ترى هل هي ويت نوز ولا مش ويت نوز فالاصح نستخدم فيما بعد اختبار اسمه مين او اختبارات اللي هي اسمها مين البورتمانتو تستي ولا يكفي النظر فقط على مين على رسمة اللي هي الاسي اف والبي سي اف اللي هم طبعون هل هون ماشي ماشي ولا مش ماشي تمام الان اخر صفحة او اخر ملاحظة في السفادس يعني اني قلتلكم انا نسيت احكيهم هذا مثل واقع من الار من الار بيانات فيها 48 قيمة سلسلة زمنية هارمون اسمه لوتينايزنج هارمون هذا اله علاقة باللي هي هيومن في مين للنساء وغيره في الضائف الدم مني اخذوا عبارة عن كل 10 دقائق اخذوا عينة وسجلوا العينة هلاء الان نمن احنا رسمنا الاسي اف للعينة هادي للهارمون هادي للبينات تلعت القيم هيك اللي هي امامك وعلى الشمال هذا الاسي اف بينما البارشا الاسي اف طلعت اللي هي قيمة على اليمين عادينا نبري الاصطاد شوية لو تذكرنا اللي صرحناها سابقا في المحاضرات السابقة وقلنا رسمة البارشا الاسي اف بتحدد لي يا بنات مين البارشا اللي هو الار مصبوط فبيكون فيه عندي بيعدل خطين الزرق عند حد معين ومن ثم الباقيات بيسميهم قطع صفار طبعا زي ما انتم شايفين عندي اللاق واحد هانا معدي للبارشا وباقي اللاق زمالهم الصفار هدول تقريبا الصفار اللي جابوا العاسب اللي في السلايد السابق اللي قبل شوية شرحت لكم اياها الاصل هدول الصفار صفار ولكن هم مش الصفار زي ما انتم شايفين السبب ايش قلنا احنا انه فيه ارتباطات في العينة مصبوط الاصل الصفار واذا رسمة زي هذي فهذي بتقترح عليكم البارشا اللي بقترح عليكم شو يا ابنان الوردر وفوردر واحد البارشا اللي حاله مش كفاية بصراحة بنطلع على مين ايضا على الاسي اف فاذا الاسي اف تبعت الرسمة كان شكل زي اكسبونانشل دكي زي ما انتم شايفين هيا ايش رسمة الاكسبونانشل عارفينه الدكي انحضار يعني يعني انخفاغ يعني تناقص فاذا زي ما تشايفين بتناقص بتناقص زي قصة رسمة الواحد على اكس ذاكرين واحد على اكس في الكالكولاس ويتوسا واحد على اكس الجزء اليمين منها شكلها زي ها صح رسمة زي هذي بتقول لي انا اذا اي سي اف هيك انا شكلي اكسبونانشل دكي او صاين طلعوا صاين دامب هذي صاين تقريبا صاين اه تنتين يا الدكي بيكون هيك او زي دورة الصاين لو كبرت الليكز هتبين اكتر يمكن مع البارشل فانا بتقترح على اي رسمة زي هذي انه انا ايش اروح لأي موديل للموديل الاوتو ريجريسيف او في اوردر مين يا بنات او اوردر واحد السبب وين هذا الاوردر واحد نصبون يبقى انا الان بعد ما رسمت كخطوة اولى في مثال زي هذا له علاقة بهرمونات الدم العينة لها هرمون في الدم الهرمون اللي في الدم للنساء هدولا ها بدي اعمل له فتلة الموديل فبصراحة الرسمتين هدول مع بعض بيقترحولي اني انا اعمل مين الموديل اوتو ريجريسيف في اوردر واحد طبعا انا مش حامل الان لان لانه احنا لحد الان ايش بنماهل قررنا جدا نبلش نعمل امثلات تطبيقية واضح هدول السلايدز ما لهم علاقة في محاضرة اليوم هيني شرحتهم خلصت منهم انسيناهم نحكيهم المحاضرة السابقة فهينلحقتهم الان نبلش في محاضرة اليوم اللي هي عبارة عن نجيب الـ الـ للارما مش ارما واحد واحد ارما انجنرال بي و كيو بي و كيو ولكن كحالة خاصة بدي ابدأ في مين واحد واحد الى يا بنات ركزوا معي شو سابقا احنا درسنا عن جل عشان نحط الحروف على النقاط او النقاط عفوا على الحروف درسنا زمان لوحده و شفنا انه فينا نكتبه على بروح في حالة بسمناها هي وفي ناس بسموها كلمة يعني الافضل انا بحبها اكتر يمكن مع بعض التنتين ها كاجوال واستشنر فكاجوال بيجيب واستخدموها عشان والاستشنر عشان اللي هو والامور هذي تمام المور و روحنا للأوتو ريجريسيف يوم و اذا بتذكره جبنا فقط للأوتو ريجريسيف في أوردر واحد يوم بس للأوردر واحد جبنا له الاسي اف ولكن جبنا البارشل البارشل الاسي اف لكل الاسي اف صح يا منا ما حكيتش انا على على الاؤو ريجريسيف اف اوردر بي ما حكيتش في ذاك الوقت حكيت وقلتلكم فيما بعد بامور عليها و الى خير صح بسرعة وفي المقابل لما حكيت على انا قلنا فينا نكتبه على صيغة من لما نحق شرط الانفيرتيبليتي ذكرينه هذا ويوم هاذا تذكروا يوم حكيت واشتقيت للمو في اردر واحد وللمو في اردر كيوب اشتقيت له واذا تذكرين يوم هال بعمل عمل مين فمثلا لو رسمته الاسي اف والاسي اف عند اللاق واحد ولاق اتنين موجدين بينما الباقي فيه هذا بيقترح استعمنا فالاسي اف بيودل اليمين يوم ها قلنا احنا بس نسيين انتم صح وين فيه بيعطيني الوردر طبع في المقابل بيقترح لمن اللي هو بي مسلا منيحي اعتقد خلصت الحديث عنه انا لانه كان التعامل معاه شوية سهل ولكن اجلت الحديث عن مين على الوضع صح اليوم يبناء بدحكي مش اوضع 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 بدحكي مين عاد ارما جنر فالزا الحالة العامة هي ارما اللي هي بي وكيو بده ابدأ في مين واحد واحد طبعا بالمناسبة لما اصل للارما بي وكيو بروح بحط بي بسفر شو الارما سفر لمن بي بسفر قصدي ايو برافو عليك بسير وزا عمليا اللي كيو بتساوي السفر ولذلك اللي بيزبط اليوم عشو قلنا على الارما بيزبط عمين عمليا على اوضع 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 ايه بقى الحال العامة اليوم ان شاء الله نبلش خطوة خطوة طيب نبدأ باللي هو في اللي موجودة الآن امامكم على الكمبيوتر واحد واحد وماحد الموديل اللي بنكتب على الصيغة هادي ارحمكم الله ماشي الحال بلاس ابسولان تي بلاس ثيتا ابسولان تي ناقص واحد حيث ان الفاي اقل من من واحد من احظين انا اعتمد على الكاجول ما بدي الا الكاجول مش مهم كتير عندي الان هايش الان في وحا تشوف ليش الكاجول بضمن لمين مع الشرط هذا طبعا مع الشرط انه في اقل من واحد بضمن انه اجيبها على صح اني اعملها المهم شو رايكو خطوة لهادي من خلال انه نضربهم هادي المعادلة نضربها بمين باكس تي زائد اتش مصبوط فلا ضربناها باكس تي زائد اتش واخدنا الكوفيريانس ففي الحالة هذه تعرفه الكوفيريانس عند اللي هو الكوفيريانس بين الاكس تي زائد اتش واكس تي اللي هو بيساوي الاكس بكتيش الامين اكس تي زائد اتش في مين في اكس تي الاكس تي ناقص اكس تي اللي هو سفر مصبوط عارفين ليش سفر قلنا ليش سفر زمان لانه هذا بتحول على صيغة موفين جافرش انفينيتي يعني كله بدلالة وابسلونات والوابسلون اللي هو والي تنوز فالزير وخلصت اوكي طيب نبلش نجيب في اكس اكس تي زائد اتش في اكس تي انا يبقى شو رائع كل اكس تي زائد الاتش هادي ارفحها واخت بدل تي هانا يعني تي زائد اتش فاي تي هادي ايش بتصير تي زائد اتش مقص واحد هاي زائد هادي ابسلون شو تي زائد اتش واضح امامك الماوس زائد في مين هادي يسمها تي زائد اتش ناقص واحد هاي هم هادول اضربهم في مين في اكس تي واخد لهم مين مش اشي كبير طيب وزعيلي بالله على كل حد من هدول الحدود وثم وزعي بالمرة لانه نين يعلم فاش بيصير في اكس تي مين اول حان اكس تي زائد اتش ناقص واحد مضروبة في مين في اكس تي اعملوا بالاحمر انا ومسميه معادلة مين واحد عشان انا هرجع له هلا في المعادلة واحد بدي اجيب التلات حدود هذا الحد وهذا الحد وهذا علم اول حد سهل جدا ليش لانه الاكسبكتاشن بين اكس تي زاد اتش ناقص واحد و اكس تين شو الاكسبكتاشن بيناتهم قديش فرق الزمان ايش ناقص واحد فهذا اسمه قاما ال اتش ناقص واحد سهل خلص اذا مش قصة هذا صح لان شغلك وان حيصير على التانية اللي هي اكسبكتاشن مين ابسالان تي زاد ات شو مع مين مضروبة في اكس تي بدا نجيبها ومن ثم مين لخيرة ونعوض ونشوف شو بصير هلا قبل ما ابلش اجيبها اتذكروا معايا انه طالما انت فرضت انه الكاج والارما هادي يبقى تستطيعين كتابة الاكس تي على صيغة انفينيتي موفينج افرج ولا لا اذا هادي ذكرينها انه اكس تي تساوي الصميشن من زيرو الى انفينيتي اللي هو ابسالان تي مينس اي هلا سؤال يا ابنات لبصايز هادول ذكرينها كيف بنجابوا يوم ها من المعارقة من الريليشن اللي هي مين لبصاي فاي بتساوي فاي مزبوط ذكرينها في اللي اما حكينا عن الامبالس لسويك وان صغيره وطبعا بالمناسبة هان الفايات والثيتاز اللي رايحات مش رايحات الا بس فاي واحدة وثيتا واحدة ولذلك هذا هي العلاقة ما في داعي نقول واحد زائد ثيتا واحد بي زائد ثيتا تنين بي تربيع وهكذا بس فيش اللي ثيتا واحدة فاي واحدة مزبوط تمام فبقول لك انا هانا ارجعي لي بالله عشان تتذكري كيف لبصايز نجيبه من خلال درسنا اللي شرحناه سابقان المتعلق بمين الامبالس ريس فان سيكونس وهللي هو هدا هو هاي هدا هما اللي بصايز اللي بالاحمر يوم ما شرحت لكم الدرس هنا هلا يا بنات بصاي هيا علاقتها تساوي شو كمان مرة فاي بصاي جي ناقس واحد زائد فاي تنين بصاي جي ناقس تنين وهكذا حتى فاي البي جي ناقس بي زائد مين ثيتا جي هلا المثال قبل قال يكان مين عندي الجي كم ثيتا يعني الثيتا واحدة والفايات واحدة بس يبقى انا مش هحكي اللي عن فاي واحدة وعن مين ثيتا واحدة مظبوط والفاي اتنين وغيرها دول كلهم مالهم الصفار مظبوط ولا لا ولذلك نجعنا في الحالة الخاصة اللي اعفوا انا برجع لورها المفروض قده في الحالة الخاصة الارما واحد وواحد حقيقة في عندي بصاي واحد شو بتساوي في بصاي الزيرو صح من هي بصاي الزيرو واحد زائد مين ثيتا هلا بصاي تنين نقدر نجيبها بالمناسبة بنجيبها بس حتكون الى علاقة بس بمين بالفاي وبمين وبالثيتا بس مش اكتر ولكن انا حقيقة ما بلزمني في تبعت الارما الا بس مين اتعرف عن بصاي زينو وبصاي واحد ما بلزمني اكتر منهم عن جد عشان هيك هيني جبتكي لحد الان واضح الامور اوكي هلا نبلش نجيب في التنتين انا بالخط بالمعادلة اللي سميتها المعادلة رقم واحد بدي ابلش اجيب الاولى هادي اللي هي بنات كمان مرة مين ايبسلون تي زادي الاتش مضروبة في مين اكتر هلا تنسوش مين اكتر مين هي اكتر هي صميشن اللي هي ماشن ولذلك عشان اجيب الاكتر ايبسلون تي زادي الاتش في اكتر هي عبارة اكتر ايبسلون بحطها زي مية ولكن برفع الاكتر شو بحط بدلها اللي هو الصميشن تبع صميشن من جي تساوي زيرو للانفينيتي ايبسلون جي واضح مضروبة في ايبسلون تي ماينس جي طيب ويساوي هلا الان دخليلي بالله هاي هان يعني جوه الصميشن ماشيش هادي ملاش علاقة اصلا بالصميشن علم وزع الصميشن لانه نينير بتعرف ايبسلون تيشن عالصميشن بتوزع فبيصير صميشن بصاي جي في مين اه هاي واضح ما بين مين ومين ايبسلون تيزا لله وما بين ايبسلون تي ماينس الجي مصبوح هلا تطلعوني بالله الايبسلون تنسوشن هم وايت نوز شو يعني وايت نوز يعني دائما اصفر عند اختلاف الازمنة باستثناء انه سجما تربيع سجما تربيع عنده نفس الزمن علا شو رايك لو الاتش مسلا مسلا الاتش بزير هاد الاتش بزير شو صف في هاي علا ايبسلون تي في ايبسلون تي معنس جي هديك تي وهدي تي معنس جي متى بتساوي لما تكون جي بصفر وإلا الباق اصفر ولذلك هادي واضحة لانه عند الاتش بزيرو اول حد فقط هو اللي موجود والباق اصفر مظبوط يا بنا فإذا بصف عندكو بساي زيرو وعرفين مين بساي الزيرو واحد في سجما تربيع شو بصف يعني باختصار سجما تربيع وهذا اللي زمان ذاكرين لما قلتلكو واي على متى استفاهم قلتلكو ليش انه الاكسبيكتيشن بين ايبسلون تي وايكس تي بساوي شو سجما تربيع اين الان هنوريته ها طيب يا بنا لما الاتش مثلا مش زيرو الاتش مثلا واحد او تنين او اي قيمة ايش بتصفي هادي تي زاعد الاتش وهادي تي ماينس جي عمرهم بتساوي ولا عمرهم هاديك ناقص هادي الزاق هادي تي زاعد الاتش والاتش موجود مظبوط وهاديك تي ناقص جي الا ازا كان الاتش سالب الاكس سالب ففي الحالة هادي بس احنا عمليا هان الاتش هات ما لي انا مشترط عليك انه اكبر من اتنين او ولذلك هادي العبارة واضحة تمام وانا مسميها رقم اتنين شو هادي المعادلة رقم اتنين اوكي في سؤال ايش اللي مش واضح لما نتجيب زيرو هلا كمان مرة هادي الامامكم اول خطوة بتعمليها تلعب في الاتش الاتش هي العداد اللاق مش العداد اللاق فمسلا شو رايك لو الاتش بزيرو شو بتصفي هاي هلا بتصفي اكسبكتيشن ابسلون تي في ابسلون تين عبس جي متى هادي بتساوي سجما سكوير والباقي اصفار متى لما تي بتساوي تي ماينس جي تي بتساوي تي ماينس جي يقزيج ففيش الاول حد والباقي لانه سجي عداد وين بمشي من زيرو لانفنت تمام في داعي اقوم ولا واضحة واضحة طيب سميت هالمعادلة اتنين عارفين ليش يا بنات لاني بدي ارفعها الان المعادلة الواحد هادي اللي قيمة التانية واحط بدالها مين الان اللي طلعته فيه اللي هو هذا هذا احطه عندما الاتش مالها زيرو عندما الاتش مالها اكبر من او سوا ولم طيب بنفس المنطق يلا نجيب اللي هي مين اخر واحدة اللي هي اكسبكتيشن تي زائد الاتش ماينس واحد في مين في اكس تي نفس الاشي نفس الاشي طيب بساوي اكسبكتيشن هذا الكلام صح انا رفعت ال اكس تي شو حطت بدالهم صميش الانفينيتي موفينج افنش وطبعا لانه الاكسبكتيشن لينيار بتوزع اعتقد واضح نبلش مين فكركوا اول خطوة بده اقولكو يا هلا اه برافو عليك لما الاتش بزيرو شو بتصفي هادي تي ناقس واحد وهادي تي ناقس الجي ايوه برافو لما الجيب واحد مع الاتش بزيرو ها لحظة كمان مرة الاتش بزيرو والجيب واحد بسير سيجما سكوير مصبوع؟ اذا بطلع من هو الحد الاول صح؟ صح واحد سيجما سكوير وباقي الاقيام ما لهم اصفار صح؟ يعني اول حد عند الجيب زيرو زيرو عند الجيب واحد لا بطلعش زيرو بسوي هذا المقدار يا بنات كمان مرة لما الاتش بزيرو لما الاتش بزيرو ها ايش بتصفي هاي؟ تي ناقس واحد وهادي تي ناقس جي معناته انه بس الجيب سوي واحد وباقي الجيز انصفار يعني جيب سفر سفر وجيب اتنين سفر بس جي الواحد طيب هالقيته كمان مرة ففهمتش لو الاتش بواحد الان عاد الان لو الاتش بواحد هادي حتصير سمع ابسلون تي لحالها وهادي تي ماينس جي يقل جي لازم تكون مالها وباقي الجيز اسفار هذا هو الحد التاني علم فاذا صارت هادي عبارة عن تلت قيم يا اما اتش بزيرو يا اتش بواحد يا اما اتش اكبر من او يساوي اتنين دائما اصفار امرهم هلا الان لما اتش بزيرو بيعطيك هاد وشفته ليش اتش بواحد بيعطيك هاد وشفته كيف طبعا تنسوش انه بصائز زيرو بيساوي كم واحد يعني هادي سيجمة ترك مية شو رايك هادي المعادلة نسميها مين تلاتة هلا تنسوش كمان انه بصائز زيرو بيساوي واحد بصائل واحد مين بتساوي فايز هلا كيف حصلتوا بالمناسبة نتذكر مع بعض كيف حصلتوا على بصائل واحد انها عبارة عن فايزة الثيتا من وين من من العلاقة هاي من الدرس اللي شرحناه يوم ما حولنا الارما الى موفينج افريج مزبوط انفينيتي فاعطتني هاي العلاقة وسميتوها يومها الامبولس ريسبونس سيكنس تبعات مزبوط طبعا كحالة خاصة الارما هانا واحد وواحد اشي حالي بنا طب هلا لا 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 عندي صار معادلة اتنين والمعادلة الثلاثة شو رأيكو هادولا مع المعادلة واحد لانه صار الارما بعرف كل اشي نحطهم together ونشوف شو بصير فانا putting all equations واحد واثنين وثلاثة together we have او we obtain هلا هاده هي المعادلة اللي يسمها اللي حصلنا عليها اللي هو ال covariance عند اللاق اتش بيساوي المعادلة الاولى اقترتها كمان مرة ها اول واحدة يا ابنان الصراحة انه اش بدها تكون بتساوي غراما ال اتش ناقص واحد فبصائز زيرو اللي هو هذا اللي هو واحد سجمة تربيع يعني اذا هاده عند ال اتش بزيرو بنفترض ان يكون سجمة تربيع طب لما ال اتش بزيرو هاده قديش بيسيه لحد الاخير يعني برافو عليك بصائي واحد من هي بصائي واحد ايوان هي فاي زائد ثيتا مزبوط ابن هات فهميش بحكيه فاذا هاده حرفعه وحطها بداله شو هحط بداله سجمة تربيع مضروبا في مين فاي زائد ثيتا ماشي مرفوم مرفوم وفي ثيتا تانية هانا طبعا تنسوش وهاده حرفعه شو هحط بداله سجمة تربيع وهاده حرفعه وحط بداله مين قاما هي اتش ناقص واحد والاتش بسفر يعني قاما مية السالب واحد هي قاما الواحد لانه سيمتريك فهمنا فميعنا فاذا بيعطيني هاد الحد شفتوه اول واحدة صح ولا الالطان طيب لما اتش بواحد الان يلا عندما اتش بواحد تساوي واحد حد التاني قديش كان سفر الاخرانية هاته نرجع له الاخرانية مين بصي واحد عفا عفا انا متأسف بصي زيرو في سجمة تربيع يعني سجمة تربيع سجمة تربيع مضروبا في مين في ثيتا وهذا سفر وهذا ايش اسمه قاما الاتش ناقص واحد من هي الاتش قلتو؟ يعني قاما الواحد ناقص واحد قاما الزيرو مضروبا في فاي هايو اذا عندما الاتش بواحد واضح هاي؟ اكيد؟ طب عندما الاتش اكبر من واحد يعني اكبر من او يساوي اتنين هذا ايش الاخرانية؟ زيرو والتانية برضو زيرو ايش بصفة؟ بس الاولى ما هي مين؟ فاي اتش ناقص واحد وطبعا بنعوض لما ان اتش باتنين؟ نزبوط هيك؟ اذا انتو الان شو وصلتو؟ وصلتو انو لما احنا جبنا نرجع لا اللي بدأنا في محاضرتنا لما نجبنا الارما واحد واحد اللي هيك شكله جبنا له الاوتو كوفيريانس تابعو فالاوتو كوفيريانس تابعو صفة بالاخير عبارة عن مين؟ يا اما هادي يا اما هادي يا اما مين هاي؟ ثلاث وحدات متى الاولى بتكون؟ عندي اللاق زيرو متى التانية بتكون؟ عندي اللاق واحد ومتى الاخيرة وهي الاعام؟ من اكبر من او يساوي مية تنين هلا ركزوا معايا الله يسعدكم لو اطلعتوا هادي اصلا اصلا بتلاقوها اتريتف شو يعني اتريتف؟ زي كلمة الكيرسيف الشيء بيادى لشيء اخر صح؟ فلو انتو اطلعتوا هادي غامل اتش غامل اتش لها علاقة في الاخيرة انا بحكي غامل اتش لها علاقة بغامل مين؟ اتش ناقس واحد يعني انا عشان اجيب غامل الاتش الكوفيرينس عند اللاق اتش يعني عند اللاق خمسة لازم اعرف مية؟ الجامل عند اللاق اربعة يعني الكوفيرينس عند اللاق اربعة يعني اتريتف اتريتف شيء بيادى لشيء اخر مزبوط ولا لا؟ واضحة يبقى انا لازم انا افهم انه هادي الاخرانية اتريتف طب هتا نشوف الحالة تبعتها الحالة العامة لالها ونشوف كيف احنا ممكن نجيبهم من الانيشيال بونتز او الانيشيال كونديشنز اللي عند اللاق زيرو عند اللاق واحد يعني المعادلة الاولى والتانية لو حلناهم مع بعض يا بنات لانه زي ما انتو شايفين المعادلة الاولى والمعادلة التانية لانهم علاقة بخامة قامة زيرو قامة مين الواحد فبنحلهم صح؟ فبنعرفهم ما فيهم مزبوط ولا لا وبنجيب بناءا عليهم مين الحالة الاخيرة العامة الاتريتف بس قبل ما اجيب هذا الكلام شو رأيكم يلا نبلش في التالتة الحالة التالتة يعني قامة الاتش شو بتسوي فاي الاتش نقص واحد يعني انا هانا فلذلك عوضي لبالله الاتش باثنين مسلا فقامة التنين شو بتسوي فاي قامة الواحد اللي هاي طيب شوسبق قامة التلاتة حتكون فاي في قامة التنين طب اللي من قامة التنين اللي هي عبارة عن فاي في قامة الواحد فاصبح هذه فاي وكمان مرة فاي فاي تربيه قامة طب مين تقل لي قامة الاربعة coincide two بارفو, هي فاي قامة التنية التلاتة والتي ستكون في قامة الواحد صح كيف جوينج من بشكل عام الان الحالة العام ما طلعت قامة الاتش بتساوي في قامة الواحد صح يا ابنان يبقى انا في ارفع هادي الاخرانية انها قامة الاتش بتساوي هادي وحط بدالها مين اش ناقص واحد قامة الواحد نحيك هلا نبلش هذا اللي انا عامله بالازرق احطوا لي اياه انه هو عمليا الان طلع مين لا مين للارما واحد واحد وما زلت انا لازم بدي اعرف من هي قامة الواحد عشان اجيب القامات فيا ترى كيف اعرف قامة الواحد الان من خلال مين اللي هو الاولى والتانية هدولا عند الاتش بتساوي زيرو وعند الاتش بتساوي واحد مفهوم شو بحكيه فانبلش يا بنات يلا شو رايكو تحطوه للاتش بسفر هادي اش اسمها كمان مرة هاي الماوس شايفينو شو اسمها قامة السفر شو قامة السفر بدال تساوي فاي اه هي عند الزيرو هي الفيريانس هي الفيريانس فاي يلا كمان مرة هادي قامة السفر شو بتساوي الان فاي قامة الواحد زايد سيجما سكوير مضروبا في مين واحد زايد فاي ضرب فيتا زايد فيتا تربيع هلا شو رايك احط الاتش بواحد شو حسير قامة الواحد شو بتساوي الان على هات الاولى ولا التانية التانية طبعا اللي هي مين فاي قامة زايد سيجما سكوير ثيتا مضبوطة منات كمان مرة هدول المعادلتين بس مش عارف شكله اه هيك الان بضحكته هيك وضحكته طيب هدول كمان مرة التنتين عملهم اين هين هم بالخط الازرق هدول الان بتقدر تحلوهم مع بعض هتنحلهم مع بعض شو رايكم يلا قامة زيرو بتساوي فاي يلا قامة الواحد رفعيها اعوضي عنها بمين معادلتين ببجولين فبرفع قامة الواحد شو بقالله بحط بطلها فاي قامة زيرو زايد سيجما سكوير في ثيتا معيوا زايد مين هذا الكلام هلا طلعوا لما انتوا رفعتوا قامة الواحد وحطتوا بدالها لحد هذا الاخراني كلياته فصار في عندكم قامة زيرو في قامة زيرو عام المشترك مضبوط وفيه طبعا هانا مين فالة البيع مصبوط ولا لا صاح شايفين هم؟ اذا هذا بس مجرد يعني اللي هو تعويضات معادلتين بمجهولين بتحلي بالمجهولين مين هم المجهولين هانا؟ قامة زيرو وقامة الواحد بتحلي هم بتعوضي بيصفي يا بنات شو معايا بيصفي حفا بيصفي قامة زيرو بتساوي سيجما سكوير مضروبة في مين؟ واحد زائد تنين فاي ثيتا زائد ثيتا تربيع على واحد ماقص المقام على فكرة من اين جاء؟ من اللي حكته زملتك وتوى لما ناخدنا عام المشترك والاخره وقامة الواحد طلع مين؟ هادي ايضا نفس البسط بس بيختلف لا مش نفس البسط عفوا نفس المقام ولكن البسط بختلف ماشي؟ فقامة الواحد بتساوي سيجما سكوير مضروبة في مين؟ واحد زائد فاي ثيتا مضروبة في فاي زائد ثيتا على واحد ناقص فاي سكوير تعلم؟ هلا الان ركزوا معايا هل قصرت بعرف انا قامة زيرو وبعرف قامة الواحد قامة الواحد هادي بدي اياها انا لامين؟ للحالة العامة قامة الاتش شو بساوي؟ فاي يبقى يا بنات لو انا رفعت هذي قيمة تبعتها مزبوط؟ وضربتها في هاي يعطيني مين اللي هان؟ يبقى السيغة العامة ها اللي هو مين؟ هذا المقدار اللي هان كلياته عبارة عن مين؟ قامة الواحد مضروبة في مين؟ يبقى هادا هي الحالة العامة اللي احنا عمليا هادي بتزبط عند مين فكركم؟ عند التنين واطلع؟ مش عند التنين واطلع اصلا كمان وعند الواحد واطلع لانه عند الواحد هادي اصلا فبتطلع فايز زير فبتصفي مين؟ الحالة هاي وعلا؟ قسمة يا بنات على شو بيعطيكو؟ ولذلك الرو عندها تلاقي اتش هي انك تقسمي قامة الاتش على قامة الزيرو فلو قسمنا هذا الكلام على قامة الزيرو من هي قامة الزيرو هاي ها؟ اوكي؟ اقسمي لي هذا الكلام انا طبعا ايه يعني واضح امامكم على هذا بتعرفوا قسمة المقام وشكلبته بصف الحالة العامة هاي الان ركزوا معايا هادي الان مين زبطات؟ للاوتو كوريلي اوتو ريجريسيف موفينج افردر واحد واحد يعني ارما واحد واحد صح؟ فكفكركو يا بنات لو حطيتو الفاي بزيرو انا بحكي عن مين الانسرية؟ موفينج افردر واحد مصبو؟ ولو حطيتو الثيتا بزيرو بعته عن اوتو ريجريسيف واحد صح؟ هلا لو رجعنا سابق على اوتو ريجريسيف افردر واحد ايش الصيغة تبعت الاسي اف تبعتو؟ ستجدوها هي الصيغة انك تضع الموفينج الكيو عفوا الثيتا 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 واحد ايه هي سفر زينا فهتا نحطها لبنج شو بصفة هاي؟ طبعا عندي اللاق اللي هو مين؟ طبعا عندي اللاق 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 صلى سيد محمد احكوا عندي اللاق ايه اتش هدا بروح زيرو هدا بزير زيرو شو بصفة فاس؟ فاي فاي مضروبا من مين؟ فاي يعني بصفة فاي تودا بول اتش عالا واحد ناقس هدا زيرو وهدا زيرو سو صفة فاي قس اتش صح؟ هدا هو بوين عاد عملتو انا؟ قريب ايه قديم انا عارف وان عملتو هاي يوم يوم ما حكيت على لالاوتو كوريليشن كنت ايش يوم هيطلع معايا يومها فاي تودا بولج يبقى الحالة العامة هاي اللا عملتناها تبعت لالاوتو رجلس في اردر واحد جيبناها من الار ما واحد واحد طبعا بنفس المنطق ناستطيع نجيب موفينج افرش فاي طب سيبونا من الكلام اللي هو اللي بسيط على وهو ار ما واحد واحد شو رايكو نحكي عن ار ما الان مين؟ بيو كيو؟ حال الاعام واعام؟ طبعا قبل ما احكي عنها بدي اقولكو شغلة واحدة انه ازا يا ابنان انتو عملتو السيميليشن او مش عملتو السيميليشن كانت عندكو بيانات لرسمة الاسي اف والرسمة تبعت الاسي اف كانت اكسبنانشال ديكي او كانت الديكي تبعها على شكل ساين ويه طلعوه هيك كبير بعدين نزل بعدين بنزل 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 بتناقص بس عشكل ساين عمل بالشكل هذا وانا عمدا عمدا عملتلكو اللاجز كتيرة عشان اقولكو شكل زي هذا او او اكسبنانشال ديكي كيف اكسبنانشال ديكي يعني هذا جاي هيك متناقص هيك كير تمام هيك بدون ما يكون الساين هدولا فلرسمة الاسي اف هادي اي سي اف طبعا فرسمة الاسي اف مع شكل زي هذا الاسي اف ففي الحالة هادي بيكون عند الاقتراح اما ان يقترح علي اوتو ريجريسيف او ارما مفهوم اوتو ريجريسيف او ارما لان يا ابناء الاسي اف للموفنج افرش قلنا هيش كات اوف معينتو فاذا انا حقيقا لو كان شكله زي هي معناته انه برجح لي اما اوتو ريجريسيف يا ارما وهانا ارما حقيقا هذا مثال سيميوليشن ارما واحد واحد رسمة السيريز اللي عملنا لها سيميوليشن ميتين اوبزرفيشن هيها والاسي اف تبعتها هيها والفاي والثيتا هدا هما تسع من عشرة الفاي الثيتا خمسة من عشرة الكود هادا مش غريب عليكم بتعملوا السيد هادا عشان يطلع لكم نفس الرسمات هادي اللي امامكم ماشرحا شو رايكم بلش نحكي عن الحالة العامة بس للاسف للاسف ضايل عشرة دقائق ما انا حابب اقطع حالي شو رايكم اجي لها للمرة الجاي اذا اسمعوني الان قبل في العشرة دقائق خمس دقائق اده اجي الحديث عن اللي هو الاسي اف للارما بيوكيولا المحاضرة الجاية وطبعا بالمناسبة بس اخلص عنها حاجة الاقي ايش حالات خاصة لمن لا يبقى اللي بدرس الارما عمليا كأنه درس مين لحاله والموفينج افرج لحاله ماشي هذا المحاضرة الجاية ان شاء الله في شغلة ده اضحكوا اياه انا بالنسبة ل المشروع هو مش مشروع بكلمة مشروع بقدر ما انه السايمنت ها ممكن احط عليه تلاتة عشر درجة بدي شغل منظم الله يرضى عنكم كيف منظم يعني بروفيشنال كيف بروفيشنال انا الان بداية البيانات اللي ممكن تجيبوا عنها ها يعكي كيف حوريكوا بعض الان البروتو تايب هادي اللي هي بعض النماذج بداية البيانات اللي بدي تجيبوا لي اياها السلاسل الزمنية في الموقع للدكتور الاسترالي المشهور جدا اللي هو اسمه في التايم سيريز اسمه روبين هندمان الويب سايت الويب سايت تبعته ممكن انسخ هذا الكابي وانسخوا ها فالويب سايت اللي هتدخل عليها اعرضها عليكم الان امامكم اما على الكمبيوتر او على اللوح اللي بتشوفوه مناسب ر او بي ج اتش واي ان دي ام ام اي ان دوت كام دوت تي اس دي ال نحيا هاي امامكم هلا انتو دخلتوا على الويب سايت هادي اعتقد كفاية العرض هالجيته لانها وضحة ها هايها دخلتوا عليها طبعا هذا الانسان شهير جدا يعني بالسلاسل الزمنية بتلاقوا انه في عنده هانا اللي هو اللينك هذا لو ضغطوا عليه بدخلني على كتير بيانات في في المال اه كومبيوتنج حسابات في اه سياحة والمواصلات كل هادي بيانات الى علاقة بالكرايم هايها اه بالهايدرولوجي المياه بالجرائم بالكيميستري اه بالهيوث بالاندستري فمسلا شو بدكوا يا بنا على سوي المثال مسلا انتو تربية صح؟ مسلا بالكرايم انتم معظمكم تربية اه الله يعرفينه وعافيكو طبعا بتخشي على الكرايم بالجرائم بالجرائم اه اي نعم البيانات هيها تحت اوكي بعدما ضغطوا بيجيبلك الان البيانات اللي انتم شايفينها منيحة اه بالفايمانس هاي في عندك البيانات اللي الها علاقة مثلا اه ستين ابريل اه لجولاي او مسلا الاني والفوليسيتي تبعت الماني الاخره اه اي بيانات فمسلا بدكوا البيانات هذه على سبيل المثال انك قررت انتروح الها هلا كل واحدة فيكو بتدخل على الويبسايت بتجيب بيانات بتعمل لي البيانات هذه بتحكي عنها بتنزلها بتقول لي من وين جبتها وين اللينك ليلها فهمينها؟ يعني مش تجيبوا اشي وتحطوه هلا الان بعد هيك رسمتها بالمناسبة للسلسلة زمنية عبر الازمنة هيها كيف تنزلوها بتعملوا اكسبورت اكسبورت وبنزلكوا اياها مثلا اكسل ماشي هيها اكسل شايفينو؟ بتنزل البيانات المالية هذه هلا بعد ما تنزلوها هي نزلت الان فالان بعد ما نزلناها انتم رحزين هيها طبعا بيحكي عنها بالمناسبة هيها بيحكي عن البيانات شو طبيعتها والاخيرة وصفها منيح؟ وفي جوجل بعد ما تنزلوها بيجيب لك عمودين عمود السنة وعمود لمن؟ للبيانات ممكن تنسخوهم وتحطوهم على وين؟ على تيكست على تيكست وتقرؤوهم فيما بعد في القراءة اللي الكود اللي هو ريد تابل او سي او اك اللي هو اي كود بتشوفوه مناسب منيح يا ايه؟ ايه؟ لا ما تعملهوش بالدقار انا بديش اكسل بديش اكسل بديش اكسل بدي اه؟ لان الاكسل بيقرأ وبعمل وبسوه وبرسم وجميل وماش قل الله عليه مش قلع نزلوك لك انا بدي ايش؟ لا خلص الوقت يا بنات للأسف هذه خطوة أولى للمشروع شفتوا من وين بدياها؟ هلا بعد هيك بنقول كل محاضرة جاي شو نعمل وهكذا الان انا للأسف انتهى وقتي اعطيك العافية وکتي او مطع الجونات